نتوقف معكم مشاهدين على آخر ما أطلقه الاقتصاد القطري بشأن معدلات الإسهام في الناتج المحلي الإجمالي لربع ثاني من هذا العام ضغطت مساهمة القطاعات غير النفطية على الموازنة فجأت لدينا بخلاف التقديرات العام الفائت الذي كان يشهد إصدافة المونديال ارتفعت أرقام النمو 5% لتتراجع في مقتبل هذا العام الربع الأول ارتفع 2.7% في ربع ثاني يتراجع ليصل إلى 1% لكن التقديرات تأتي لمجمل عام بحسب صندوق النقد الدولي تصل إلى 2.4% نتوقف على أبرز هذه القطاعات البداية مع ناتج المحلي الإجمالي من غير المتوقع وصل إلى 1% في النمو بتقديرات وصلت إلى 170 مليار ريال قطري إذا ما نظرنا أيضا إلى قطاع التعدين واستغلال المحاجر تفع 2.3% والتقديرات أشرت إلى 65 مليار و 400 مليون ريال قطري وننظر بالطبع إلى طبيعة هذا القطاع الذي ساهم بدعم انطلاق مشروع تطوير حق الغاز الشمال لزيادة الانتاج 64% حتى العام 2027 أما القطاع غير النفطي فقدر له الارتفاع بحدود 10 النقطة المئوية تأثر بمرحلة ما بعد المونديال وتراجع الانتاجية وانحصار الطلب وانخفاض العمالة كذلك التجديد في السياسة النقدية أذكر بأنه يساهم أو تساهم القطاعات غير النفطية في قطر بحدود 35% أو عفواً الغير نفطية 65% والنفطية 35% الأنشطة سنختار من الـ 12 قطاعاً 6 رئيسة كيف أثرت لدينا النقل والتخزين 5.6% ارتفاع تشيد والبناء تراجعت 2% أما البقية من القطاعات المالية والتأمين تراجعت 3% لقامة والإطعام 18% من الارتفاع ولدينا الصناعة التحولية تراجعت بنقطة ونصف النقطة المعلومات والاتصالات بـ 9.1% من التراجع بالنظرة إلى وضع الاقتصاد الكلي في قطر وكيف أثرت لدينا بعض الأرقام طبعاً نتحدث عن الموازن العام للتسعة أشهر حققت فائد وصل إلى 41 مليار و700 مليون ريال في حين كان متوقع لكل العام أن نحقق فائد بحدود 29 مليار ريال بالنسبة للحساب الجاري حقق فائد في النصف الأول من هذا العام 73 مليار و800 مليون ريال طبعاً بدعم من فائد الميزان التجاري المعتمد على مبيعات للغاز التضخم يقف في متوسط العشرة أشهر على 3.1 في المئة وعند تقديرات الصندوق النقد الدولي هي ذاتها على رغم من زيادة معدلات الفائد عشر مرات متتالية منذ العام 2022 وعشرين الدين العام في النصف الأول وصل إلى 94 مليار دولار 94 مليار و400 مليون دولار في النصف الأول من هذا العام وهي تمثل نحو 49% من الناتج المحلي الإجمالي نقف على توقعات الـ IMF لهذا العام تصل وما تزال محتفظة بمعدلات النمو على 2.4% مع التحفظ الواضح فيما يتعلق بسبب تأثيرات التشديد في السياسة النقدية وكذلك تراجع أسعار الطاقة إذا نجد بأنه تتأثر ما تزال حتى الآن موازنة قطر بالإرادات غير المفطية الضاغطة على معدلات النمو لهذا العام